قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي على هامش قمة جدة للأمن الذي قال إن علاقات بلاده بالولايات المتحدة مبنية على التعاون والثقة وأكد القاظمي أن بلاده تعمل على تطبيق اتفاقية الإطاري الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بشأن التعليم والثقافة موجها الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب